السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اخباركم ايه وحشتوني كتير كتير نهاردة ان شاء الله هنعمل مكارونا باللبن او العزيزية اه بقادير سهلة وبسيطة مع علقتين نشا اه ومكارونا مسلوقة اه مسلوقة حلوة يا جماعة عشان احنا هنخلطها في الخلاط اه لو انتم عايزينها بطولها كده عادي مفيش مشكلة بس الاحسن تخلطها في الخلاط اه واللبن وزيت او سمنة المتوفر عندكم وسكر السكر يا جماعة حسب الرغبة وكسان فانيليا وده جزهن دو مبشور بيت طعم حلو اه ومية علشان النشا اول حاجة هنعملها هنخلط اه المكارونا دي بشوية مية في الخلاط او لبن حسب المتوفر عندكم ممكن بمية وممكن اه بلبن خلطنا المكارونا هي وده شكلها خلطها بمية في الخلاط ونجيب حل على النار ونجيب فيها لبن اه كل ما لبن المكارونا يكون كتير كل ما يكون احسن يعني لتر او لتر ونص او لترين اه المتوفر عندكم يعني اللبن كل ما يكون كتير احلى والسكر السكر يا جماعة حسب الرغبة انتم بتحبوها مسكر حطوا سكر كتير بتحبوا السكر قليل حطوا سكر قليل وبعدين نحط المكارونا اه نسيب المكارونا في اللبن مع السكر حبة حبة حلوين كده على النار علشان كل ما المكارونا شربت من اللبن كل ما كان طعمها احلى واجبنا مكارونا صحيحة بس مش كتير شوية صغيرين وحطناها مع المكارونا كمان يختم غلوة على النار اه لو انتم مش عايزين تحطوا مكارونا صحيحة برضو عادي حسب رغبتكم وانتم وانسيبها تغلي على النار علشان المكارونا كل ما اخدت لون طعم في اللبن بكل ما كان طعمها احلى احنا محطناش لسه اي حاجة يا جماعة اه دي مكارونا بمعا اللبن بس هنا بقى ساعة ما يوصل الشكل ده نضيف اه المكونات التانية جوز الهند والفانيليا والنشا بيتحط في الاخر خالص لما نيجي نطف عليها عن نار المكارونا باللبن او العزيزية بتبقى طعمها حلو في الشتاء بتدفي جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وهنا هنضيف جوز الهند. لو عندكم كسرات حطوا زبيب برضو بيضد طعم حالو. بس احنا ما بنحبش الزبيب. هنقلب النشا في المية السقعة. عشان لو حطينا النشا على المكارونا وهي سخنة او علبن النشا هيكالكع ومش هيدينا كوام حالو. ضيفنا النشا على المكارونا وانسيبها يعني غلوتين كده بساطة. الفانيليا بتدتي ريحة حلوة قوي للمكارونا وبتدتي طعمها احلى. يعني لساعة ما نحط النشا يا جماعة. آآ يعني مجرد ان تاخد القوام نصفي على طول. ونقلب كويس حلو علشان النشا ما يكالكعش مننا. انا قلتلكو ديكت النشا هنضبتون هاو. معلش انا اسفا. نضيف شوية زيت آآ او سامنة. السامنة بتدتي طعمها حلو وبردو الزيت. يعني المتوفر عندكم ما تقفوش بسبب الزيت او السامنة. لا المتوفر عندكم. ايه هو معلقة او معلقتين مش كتير يعني. ونقلب كويس ونطفق. اهم حاجة تكت المكارونا باللبن ان احنا ما ندخلهاش الفرن اللو هي بردة. يعني ممكن تعملوا آآ نحط المكارونا في الصينية. ممكن نسيبها لتاني يوم. ندخلها الفرن وهي بردة خالص. عشان ما تهبطش منكم. عشان لو دخلنا المكارونا باللبن وهي سخنة في الفرن بتهبط. نقلب بس كويس. ونطفق على الطويل. ونطفق عليها النار. ونحط عفصانية. آآ عفصانية وندهن وشها سامنة. واهم حاجة ما ندخلهاش الفرن اللو هي بردة خالص. زي ما بقولكم ممكن تعملوها بالليل وندخلها الفرن آآ الصبح. ندخلها الفرن آآ تاخد لون هي عشان آآ كل حاجة مستوية معانا بس على النار التحتانية مش الفؤانية مش الشوية. آآ وبعد ما تاخد لون آآ تبرد وبالفة هنا يا رب. انا لأسف الفرن بتاعي في مشكلة ما اخذتش لون حالو. آآ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.